اشتركوا في القناة صادم الرسول في تسجيل بيني وبيني ومنتشر موجوب اليوتيوب سألته هل عندكم في مسند الربيع ولو رواية واحدة متواترة فاعترف وقال لا طلبنا منك يا العماني أن تأتينا برواية متواترة من أسانيدكم ما من عندكم؟ هل عندكم رواية واحدة متواترة؟ الحمد لله سألتني عن رواية متواترة طبعا كما هو معلوم ومقرر في ملهب أهل الحق والاستقامة أن رواية الآحاد إنما تفيد العمل ولا تفيد العلم طبعا نحن لا تجد عندنا رواية متواترة لا توجد رواية متواترة في باب العمل وليس شرطا في مسألة العمل أن تكون الرواية متواترة كما تقدم أن العقيدة فولله الحمد كلها من القرآن الكريم كلها من شكرا شكرا أشكرك جدا أخي العماني على هالصراحة بأول مرة أن يأتينا إضادي ويعلنها ما عندنا رواية واحدة متواترة أشكرا جدا إذن على شو قام دينكم؟ وكل شوي نازلين هذه رواية لا تقبل لأنها رواية أحدية وأنتم لا عندكم ولا رواية متواترة وإذا لم تجدوا رواية في العقيدة ولا وحدة في كتابكم معنى تماقم دينكم وكلامكم كله مختبط ومتناقض شو لا تفيد العلم لكنها تفيد العمل ولا يجب الأخذ بها لكن يجوز الأخذ بها إذا كانت أحد كلام فاضي ثم أي عمل لا بد من أن يكون مبنيا على اعتقاد أنت ليش بتصلي صلاة الظهر أربع مش خمسة لماذا تصلي صلاة الظهر أربع ركعات وليس خمس ركعات لأن هذا مبنيا على عقيدة وهي أن الله افترض صلاة الظهر مثلا أن تكون أربع ركعات هذا مبنيا على عقيدة فإذا معناتها أن صلاتكم ليست مبنية على علم يجوز الأخذ بأخبار الصلاة قولكم بأنه ما شاء الله عقيدتكم من القرآن أي قرآن مأخوذ من القرآن أنتم تكذبون القرآن الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تكذبون القرآن يقول أن الله عز وجل أنه في السماء تكذبون قوله تعالى أأمنتما في السماء نأخذ عقيدتنا من القرآن اللي بيسمعكم بيصدق إذا ما قام دينكم إذا أنت عم تشترت الآن مسائل العقائد تكون متواترة وما عندكم ولا حديث واحد متواتر متواتر يعني يعني الرواد كثيرون يخرجون عن الحصر بمثلا أن يكون الراوي واحد ولا ثلاثة ولا سبعة إذا خرجوا عن هذا الحد صارت الرواية متواترة أنتوا ما عندكم أنتوا أصلا مسند الربيع مقطع مع احترامي لك يعني مع أنك أنت ما تحترم حدا أنتوا أصلا لا تؤخذني يعني مسند الربيع روايته مقطع ما في إلا راوي أو راويين راويين بس وهذه أسانيد مقحمة مرأة مزبطة من قبل الورجلاني المغربي الصوفي الحلاجي صاحب عقيدة وحدة الوجود والذي يقول أن العلم اللي دني اللي عنده علم لدني يستغني به عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن العلم اللي دني أفضل من كلام الأنبياء والمرسلين ما حنوسع الموضوع الآن لكن عم بيين لك لا المسند صحيح ولا صاحبه صاحب عقيدة سليمة يوثق به وأيضا أسانيد مقطعة ما فيه أنتم لا تعرفون الإسناد أنتم لستم أصحاب الإسناد حتى تتكلمني عن موضوع المتواتر والأحاد يعني إذا بيسمعك يخدع ويظن أنكم أهل حديث أنتم لستم أهل حديث وأنا أدعو الإخوة الإباضية أن ينظروا إلى مسند الربيع أسانيد مرقعة لا يسمى هذا إسناد أن يكون فيه راوي والأتنين ومنقطع عن جيل الصحابة بالكاد هذا لا يسمى في الحقيقة لا يعد من كتب الحديث شو أعد عم تلي مسائل الاعتقاد لا بد لها من المتواتر وأنه يجوز الأخذ به ولا يجب الأخذ به هذا كلام متناقض هذا ليس كلام أهل العلم نكمل وإذا وإذا علمنا أن حياته التي هو فيها الآن أرقى وأعلى وأسمى من الحياة الأولى فإذا إغاثته للمستغرين على مذهب بين قوسين على مذهب من يجيز الاستغاثة كيف يعني بين قوسين بدي أعرف يعني أنت لا تجيز ذلك طبعا شو عم بتدفع لماذا تدفع عن هذا دفاع المستميت يا أما بتعتقد بالشيء بتدفع عنه يا أما ما بتعتقده ولا بس القضية جدل عندك غريب أمرك نكمل على مذهب من يجيز الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم ليش ملبك هيك ليش أنت مرتبك هيك على مذهب من يجيز الاستغاثة أنت اللي عندك الآن شر من مجرد الاستغاثة بيننا وبينك مسألة يا رسول الله ما لي من ألوذ به سواك لك هاي دي أضرب من موضوع الاستغاثة الآن شو نفكر حالك أنه أنت يعني تنزح نفسك عن موضوع الاستغاثة أنت ما عندك الآن شر مما عنده هؤلاء بتنحل هالموضوع بعدك بتشرق وبتغرب بتتكلمني عن الاستغاثة وعن التوسل ادخل في الموضوع الموضوع هل هذه الكلمة ما لي سواك من ألوذ به عند حدوث الحادث العميمي هل هذه عبارة صحيحة ولا غير صحيحة وريحنا يعني لا تطول لأنه التطوير هذا متعمد منك حتى لا تدخل في الموضوع خلينا نكمل أنا على كل حال وهذا منهجي لا أترك شيئا إلا وأرد عليه لكن أنبه من وقت الآخر أنك حتى الآن ما هم بتجاوب على الأسئلة أو حتى على السؤال اليتيم هل يجوز في أي وقت في أي مكان سواء في الدنيا ولا في الآخرة أن تقول يا رسول الله ما لي من ألوذ به سواك في جواب ولا ما في جواب يظهر لي كما كما تنبأت لن تجيب إلى يوم القيامة نكمل كونه يغيث من استغاث به ويكون وسيلة المتوصل به هذا أرجاء وإذا الحق أقرب وإلى الصواب أقرب هل هو سواب ولا لا كلم عام هذا أقرب إلى الصواب يعني سواب ولا لا أنت تخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله وعم تستعير مذهب الآخرين في الاستغاثة واتدافع عنه وعم نفهم من كلامك أنه هذا ليس مذهبي مذهب الآخرين بل هو مذهبك وهذا كلام أبي مسلم البهلاني غوث الخلائق وأنت طب بصير وإذا أنت غبط بشخصك فأنت شاهد على الكون كله عم يستغيث به في أمور دنيوية ما عم يستغيث به فقط في أمور الآخرة يقول غوث الوجود أغفني عم يتكلم عن الدنيا مش عن مش عن الآخرة غوث الوجود أغفني يوم القيامة لا ضاق مصطبري متى يضيق مصطبري في الآخرة سر الوجود استلمني من يد الخطر وين الخطر في الدنيا نور الوجود تداركني فقد عميت بصيرتي اللي بتعمى بصيرتي الذي يأتي يوم القيامة أعمى البصيرة يعني كافر أعمى البصيرة وجهته عم يحكي عن الماضي مش عن المستقبل سأوجهه وجهته نحو رسول الله نازلتي ليه عم تخدع العالم ليه كلام واضح وقلت يا نفس حمى النصر فانتظري أي نصر عم يحكي النصر على الأعداء ليش في نصر يوم القيامة على الأعداء أدعوك خلف الحجاب الكون منبسطا يدعوه من خلف حجاب الكون مش بس يوم القيامة في بسط حبك لم أخلص من الأثر بقدس نورك أستشفي يوم القيامة ما في مرض يستشفى به يستشفى منه هذا هون بالدنيا عم يحكي عن الدنيا وقد ضنيت نفسي بآفات هذا العالم القادري عم يحكي عن الدنيا يعني هو يعيش ضنك ومرض بسبب هذه الدنيا قذارتها بسطت كفي إلى فياض رحمته على يقين بدرك السؤال والضفر عم يحكي عن الدنيا وقمت ألهجب والأمال صادقة يا عصمتي الرسول هو العصمة يا حبيب الله يا وزري من كنت مولاي من كنت في الأزمان ناصره فليس يغلبه شيء سوى القدر في الأزمان في الدنيا يعني أنت ناصري في الدنيا إن غاب شخصا عم يحكي عن الدنيا الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم غاب شخصا فما غابت شهدته يعني حتى وإن غاب بسبب موته هو شاهد الكون منه محل السمع والبصري لك يعيب الشوم عليكم إلى متى تخدعون عوامل الإباضية ألا تعلمون أيها الإباضية أنكم سوف تلقون ربكم يوم القيامة ما بتخافوا على إخرتكم بس بتكم أهم شيء سلطنة عمان الدنيا يا إخوان الإباضية هذا الرجل يبرر لكم الشرك أنتم مسؤلون يوم القيام المهم إن غاب شخصا فما غابت شاهدته الكون منه محل السمع والبصري مخلصين به مش بأله في عز ملته مما نحاذر في الدارين ها يعني مخلصين به في الدارين مما نحاذر من الخطر ها في الدارين من خطري شوف كلمة في الدارين من خطري ونرجع للبيت الأول سر الوجود استلمني من يدي الخطري عم يحكي عن الدنيا يا مسعود المقبالي يا سيدي يا رسول الله قد وصلت إليك حالي فصلها منك بالنظري فنظرة منك في حالي يكون بها فوزي بربي وإنقاذي من الضرري يا سيدي الرسول ضاقت كل كائنة بناصر فلتكن لي خير منتصري عم يحكي عن الدنيا والضيق الذي يعانيه فيها إلى متى الكذب يا مسعود المقبالي واضح شرك واضح ويرجع بيقول لي هل هستم تعتقدون بالشفاعة يقول لك يا عمي من أنكر الشفاعة أنتم الآن تبررون الشرك والاستغاثة بالنبي في الدنيا هذه الأبيات تؤكد أنك تكذب حينما تقول أن أبا مسلم البهلاني إنما أراد الآخرة وليس الدنيا الأبيات واضحة أعمي كان الدنيا الرجل لما كان عايش فلا تخدعوا الناس وتطولوا الموضوع وتجادلوا وأنتم أصحاب نفس طويل في الجدل هل هذه عقيدتك ولا مش عقيدتك لا تقول لي أنا على مذهب أنا عم دافع عن مذهب من قالوا بذلك وأنا لا ألتزم بذلك حيرتنا يعني خليك صريح خليك واضح خلينا نكمل ولكن ما معنى الاستغاثة وما معنى التوسل هنا معنيان أحدوهما من اعتقده اتفقنا مع دمشقية على تشريكه من قال به واعتقده وافقنا دمشقية وشددنا على يده وأنكرنا معه إنكارا لا يقبل الهوادة أنه وأنم معتقده كافر ما لم يكن له عذر كجهل مثلا ولربما بعض العلماء لا يعبر بالجهل من وقعه الشرك مثلك أنت إذا كنت عالم وهو أن يعتقد أن لهذا لهذا المتوسل به إرى قدرة ذاتية على النفع والضر وعندما يستغيث به يطلب منه من ذاته منه شخصيا أن يفعل له ما يريد وأن يحقق له ما يطلب فهذا المشرك أيوة طيب لا هذا ليس بمشرك في حال أنه يأتي ويطلب من المستغاث به أن يعينه مثل رواية أبي مسعود عقبة بن عامر لما عبده كان يضرب عبدا له فلما رأى العبد النبي صلى الله عليه وسلم قال أغثني أعوذ بك يا رسول قال أعوذ بك يا رسول الله هذا ليس شرك إذا كان حي حاضر أما إذا كان ميت لا وإذا كان حي المشكلة أنت معا تفهم فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم حي من من الصحابة كلمه من بعيد فكشوفوا سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم كان عم يرفع أصواتهم يا محمد طيب يتكينوا على مذهبك أو على مذهب الآخرين ليش ما بيعدوا بيوتهم أو بيقفوا برة يا محمد ومعتقادهم أنه يسمعهم الآن ما حصل هذا الشيء فلم يحصل نداء النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وهو حي فما ذلك وهو ميت الآن هذا أمرك غريب خليه يكمل عزيب والله بعدين قولك أنه إذا اعتقد استقلالية المدعو حينئذ يكونوا شركا هذا كلام فاضي أصلا المشركين ما كانوا يعتقدون باستقلالية من يدعونهم أليسوا كانوا يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعني هو ملك لإلك يا رب العالمين هذا الذي نتخذه هذا ملك لإلك فبهذا الضابط اللي عم بتجيبه حضرتك يدخل أبا جهل في التوحيد أنتم ما بتفرقوا بين توحيد وشرك للأسف وعملين لحالكم منزهة ولكن المشرك لا ينزه رب العمين لو كم ينزه رب العمين لنزهه عن الشرك واتخاذ الأنداد ودعاء غير الله هو اتخاذ للأنداد مع الله هيدا هو التشبيه هيدا هو التشبيه هذا مشرك لكن عندما يقول أستغيث بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغيثني بدعائك ربي سبحانه كانت الاستغاثة هنا بمعنى التوسط بالله عليك صحيح آه يعني إذا قلت له يا رسول الله انت ساعدني هيدا حرم أما إذا قلت له يا رسول الله مثلا أدعو الله أن يساعدني هيدا التوسل هيدا هو كلاهما باطل لعدم توفر النبي صلى الله عليه وسلم بسماعه واستجابته رب العالمين قال الذين يدعون الأموات فليستجيبوا لكم وانت كمان ادعو النبي فليستجيب لك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتيه أحد ليحل له معضلة أو يحكم بينه وبين آخر إلا وكان حاضر النبي صلى الله عليه وسلم ويستجيب لم يكن يغلق بابه عن عن أصحابه عليه الصلاة والسلام بالرغم من كثرة مشاغله وإقامته دولة الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية مع ذلك لم يكن يأتيه شخص لمسألة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم جاهز ويستجيب ليه ما عم يستجيب الآن فأنتوا داخلين ضمن التحدي الإلهي عم يقلكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ما في استجابة كيف لا تفرق بين حياته وموته وتجعل اتنين سوا الله عم يقلك وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي انت عندك الآن يستويان تستغيث به نفس الشيء لما كانوا الصحابة يستغيثون بي سيدنا عمر قال في صحيح البخاري اللهم كنا إذا أجدبنا سألناك بنبيك فتسقينا كنا مش ما زلنا وهذا فعله مش عند القبر في ناحية من نواحي المدينة يوم الاستسقاء ولم يقف صحابة طبعا أمام جموع الصحابة ولم يقل الصحابة لماذا ما تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تقول يا رسول الله ولا أحد كلهم على عقيدة واحدة خلاف عقيدتك ودفاعك المستميت وعدم تراجعك يعني إصرارك على عدم التراجع عن الباطل ليش الاستماتة بالباطل لو كان ما تزعمه حق لماذا لم يفعل الصحابة ما تدعو إلى فعله لماذا هذه الضربة القاسمة لماذا لم يفعلوا جبل صحابة يفعل هذه كتب الأحاديث هذه كتب الأحاديث عندنا البخاري مسلم وغيره جبلنا رواية صحيحة ولن تجد نكمل كانت الاستغاثة هنا قرينة التوصل فهي والتوصل لا فرق بينهما هذه من حماقتك للأسف أقولها لأن التوصل كذلك يكون بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ادعو الله لنا في حياته أما في موته ما فيش اسمه توصل ما عم إلاك عمر قال وهذا في صحيح البخاري اللهم كنا إذا أجددنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإننا نسألك بعمه العباس أي والسؤال بفلان بالنبي بالعباس يعني بدعائه لأنهم كان يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته هذه روايتان قبل رواية البخاري عن عمر في ترك التوصل يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله هلك الحرث وماتت المواشي فادعوا الله أن يسقينا ادعوا الله أن يسقينا هذا هو توسل مشروع بحي حاضر والدليل عليه كثير كما في كتاب الله أيضا في القرآن قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم توسل بحي حاضر وهو سؤال سؤال أن يدعو الله لهم واضح ليش أنت عم تعمل الحال نفسها بعد الموت عمر قال كنا نتوسل مش ما زلنا والله قال وما يستوي الأحياء ولا الأموات ليش أنت يستوين عندك وعم تتجاهل قول عمر أنت عندكم مشكلة أنتم مش واضحين يعني هل كتب صحيح البخاري ومسلم عندكم معتمدة ولا غير معتمدة ما بتجاوبه غير واضح على ما تستفهام وكتاب مقطع لا ما في أسانيد زي الناس أبدا وقد جمعه مؤخرا هذا الورجلاني مؤخرا من قرن أو قرنين أو ربما تليتي ما بعرف فأمركم محير هل صحيح البخاري ومسلم معتمدان عندكم مش واضحين هذا رسول الله يقول إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فأستعين بالله إذا منجيب هذه طبعا النصوص كلها تأخذ وكأنها نص واحد إذا كانت صحيحة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم هذا مشروع سميه استغاثة يا رسول الله هلكنا يا رسول الله عطشنا سميه استغاثة ما في مشكلة لكن استغاثة بحي حاضر ما ثبت استغاثة بميت ما ثبت تعملي تركيبات والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الأعمال أصلا ما أثبتت أن النبي أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض كان يصوم كل اثنين وخميس يقول في هذان يوما تعرض فيه الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عمله على ربه الآن صار هو الذي يعرض عليه العمل ويستغفر لفلان ويستغفر لفلان عقيدة باطلة نقمن خلاف اللفظ أن يقول أتوسل بك يا رسول الله أستغيث بك أي أغفني بدعائك ربي بسؤالك الله لي ليست هذه المشكلة المشكلة أنك تستغيث بغافل بسبب موته وهو لا يستجيب لك هذا هو الموضوع فالاستغاثة والتوسل بحي حاضر ما فيها مشكل مشكلتك الآن مخاطبة من هو غافل عنه وبدليل حديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك هذه عائشة رضي الله عنها نسيت في الصحراء هل قالت يا رسول الله وبقيت حية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة وكان قبره داخل منزلها فهل كلمها أو كلمته أو طلبت منه ما في شيء لأنك في حياة أكبر من الحياة الأولى وقد علمنا في حياتك الأولى أنهم لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفرت لهم لوجدوا الله توابا رحيما هذا في حياتك الأولى وأنت يا رسول الله في حياة أعلى وأزكى وأرقى وأبهى فلا شك أن مجيئنا إليك أنفع آه يعني إذا أنت أذنبت ذنبا يا مسعود المقبالي تأخذ السيارة أو الطيارة وبتروع على المدينة تطبيقا للآية كيف؟ كل واحد أذنب الآن بيحمل حاله بروح على المدينة ويقرأ الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما هيك هذا هو المفهوم الآية بتطبقوا هيك كلما أذنب الظنبا تذهب إلى المدينة هيك هذا المفهوم تطبيقوا لي لبعدها الآية اللي بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم طبعا ما قبل هاتين الآيتين السياق كله متعلق بالمنافقين الذين تحاكموا إلى الطاغوت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ها ها هون بعد ذلك فلا وربك لا يؤمنون شو عم تحكي الآية عم من تحاكم إلى الطاغوت وأبى أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينه وبين اليهود اليهود يعلم أن الحق معه فكان يطلب من المنافق أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحاكم إليه وكان المنافق يأبى فكان الأمر الإلهي أن هؤلاء المنافقين إذا أرادوا أن يستغفروا الله مما فعلوا وهو التحاكم إلى غير الله عز وجل لن يقبل منهم مجرد التوبة والاستغفار بدون أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون يعلنون الاستغفار أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى الآية ولو أنهم الظلموا أفسهم طبقني الآية اللي بعد لو سمحت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه شو رأيك الآن أن الأم كلها الآن إذا اثنين عندهم مشكلة فيما بينهم بدون النبي يحكم بينهم يذهبون إلى النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحكم بينهم شفت عاقبة فهمك السقيم أنت ملزم الله أنت تلزمنا بأننا إذا أذنبت ذنبا تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم آه في فائدة أيضا الآية ليس فيها الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنت عم تجيب الآية في موضوع خارج عن خلافنا ولو أنهم إذنبوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ما قال واستغفروا النبي ما فعلوا لم يفعلوا ما فعله أبناء يعقوب يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين لا الآية ما فيها الآية فيها ولو أنهم إذنبوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ما قال واستغفروا النبي لا ما قال وتوسلوا إلى النبي أو بالنبي لا هيدا أنت الآن عم توهم الناس أنك أتيت بدليل لا دليل هذه الآية لا علاقة لها أولا متعلقة بالمنافقين الذين اشترط الله عليهم لقبول التوبة والاستغفار والمغفرة أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهابهم هذا عبارة عن استغفار عما فعلوه من قبل وهو التحاكم إلى الطاغوت والآية كما قلت من ما قبلها متعلق بالمنافقين وما بعدها متعلق بالمنافقين فلا تدلس على الناس وتضلهم عن المعنى الصحيح للآية بل هذا ما ذكرته كتب التفسير الإباضية حتى لا تخدع الناس فضلا هذا تفسير أطفيش ماذا يقول ولو أنهم الظلموا أنفسهم بالنفاق وتوابعه من عدم الرضا بحكمه كما مر جاءوك فاستغفروا الله يعني من ذنوبهم مخلصين واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يبين لنا صاحب هميان الزاد فيقول ولو أنهم الظلموا أنفسهم بالنفاق والتحاكم إلى الطاغوت جاءوك أي ولو ثبت مجيئهم بالتوبة الظلموا أنفسهم إليك واستغفارهم لله واستغفار الرسول لهم يعني حتى كتب الإباضية تبين أن الآية متعلقة بالمنافقين وعادة الذي يستغفر لا يشترط الله عليه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستغفر الله من ذنب أذنبه أنت عم بتوء عم تفهم الناس الآن أنه لابد لكم أن تذهبوا إلى المدينة لإستغفار إذن صار قبر النبي صلى الله عليه وسلم حج الآن لماذا يذهب الناس إلى الحج إلى مكة حتى يرجعوا من ذنوبهم كيومي ولدتهم أمهاتهم وإنت نعم بتقول للناس الآن إذهبوا عندما تذنبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحصل المغفرة شو هالفهم الباطل هذا فهمك باطل ومخالف حتى لكتب التفسير الإباضية ولهذا جاء في كل كتب التفسير في قوله تعالى ولو أنهم الظلموا أنفسهم أن هذه الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا يتحاكمون إلى الطاغوت فمجيئهم إلى النبي فرض لإثبات إيمانهم وتراجعهم عن التحاكم إلى الطاغوت كتاب إيمان الزاد المجلد الرابع صفحة 24 وتفسير أطفيش المجلد الثاني صفحة 123 شوف كيف نحن واضحين وكلامنا بالدليل أنت ما عندك شيء خلينا نكمل وأنت في مقامك هذا أرفع فلذلك يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويلجؤون إليه صلوات ربه وسلامه على بالتوسل وكذلك بالاستغاثة التي هي بمعنى طالب الغوث بالدعاء أن يدعو الله لهم وأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ليغيثهم مما حل بهم ونزل فهو وسيلتهم صلى الله عليه وسلم وهو بابهم إلى الله وهو وسيلتهم إلى الله وهو في قبره هو بابهم إلى الله عجيب هل أنا متأكد أنه اللي عم يتكلم مسعود المقبالي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره وسيلتهم إلى الله وبابهم إلى الله بدأني سأل لماذا لم يفعل الصحابة لماذا لم يفعل الصحابة تجد ذلك ليه بدأني أبدو بدأني بس افهم لماذا هذا الشيء الآن تأتينا به حضرتك والصحابة ما فعلوه شوف لا بد من إذا أردت أن تفهم فهما سليما أن تتبع من سلفك من الصحابة في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليش الله عز وجل قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني يا صحابي فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فالآن بدأنا نعرف إما أن الصحابة علموا ما تزعم وزهدوا في ذلك لقلة حب محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم زهدوا في ذلك وأنتم الحريصون على هذه أنتم أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وتفعلون لهذا تفعلون شيئا ما فعلوا أربعين سنة بقيت عائشة حية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي في بيتها ولم تخاطبه ولم تتوسل به هذا دل على بطلان فهمكم تبرير لهذا الشرك شرك الاستغاثة بالأموات النبي صلى الله عليه وسلم ميت وحياته الأكمل من هذه الحياة ليست معنا هي حياة متعلقة بالآخرة لأنه القبر منزل من منازل الآخرة ما له على أب الدنيا والتواصل انقطع بين العباد وبين النبي صلى الله عليه وسلم انقطع ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا حياة دنيوية ليش أبو بكر يتولى الخلافة من بعده خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يتولى أمر الخلافة وهو في قبره ما في تواصل إلا بزعمكم الكاذب أننا نستطيع أن نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي بدليل إنها هي عبارة عن قياسات أقيسة وما عبد الشيطان كما قال أهل العلم إلا بالمقاييس وقال الحافظ من عبد البر لا شك أن القياس ممنوع في مسائل العقائد ممنوع بدك تثبت عقيدة بقياس العقيدة لابد لها من نص نكمل هذا المعنى لا يخرج من التوحيد بل لا يخرج من الصلاح والاستقامة ولا يؤدي إلى فساد اعتقاد إطلاقا ويقول نسيطان يقول أيضا أنه إذا كنت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم متصرف في ذاته نعم هذا هو الشرك أما إذا كان بإذن الله عز وجل فهذا ليس بشرك طيب يعطينا الإذن من رب العمين بلنا الإذن من الله أنه يجوز أن تتوسل بالنبي ميت أعطينا الإذن من رب العمين الله ما أذن ولذلك قال أموات غير أحياء عن المستغاث بهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون ثم يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثاركم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فليستجيبوا ما في استجابة معناة التواصل مقطوع ما في تواصل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك أبطل كل كلامك فلا تلجأ إلى قضية بإذن الله لأن الله ما أذن لأن الله لا يأذن لمن تدعوهم وهم لا يستجيبون لا يأذن لك أن تدعوهم وهم لا يستجيبون وهم غافلون كيف النبي غافل بالدليل من الحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك الحديث واضح نقول معنا يستغيث أن يطلب الغوث ما نوع هذا الغوث أن يغيثه بسؤال الله أن يتوجه إلى الله وهذا مثله كمثل حديث الذي توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا محمد أتوجه بك إلى الله ورد هذا حيا ورد ميتا لا تكذب لا تكذب ورد حيا هذا حديث مختلف فيه وإن كنا نقول إن شاء الله يبدو أنه حسن الحديث وقد صححه الطبراني وهو حديث الأعمى الذي ذهب إلى النبي مع أنه الرجل الأعمى يعني الآن لو خير أعمى بين أنه يطلب حاجته بدون ما يروح هذا أسهل عليه لكن الأعمى ذهبه إلى النبي يحكي عقيدة مبطلة لعقيدة المقبال ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأبي رسول الله ادعو الله لي ادعو الله لي فقال شوف ادعوها فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صفرت ولك الجنة قال بل ادعوه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء اللهم أن يسألك أتوجه بك في حاجة هذه لتقضى يا محمد إني توجهت بك في حاجة هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في يعني اقبل دعاءه في وشفعني فيه أي اقبل دعاء هذا بأن تقبل دعاءه وين كان الأعمى عند النبي صلى الله عليه وسلم ما تستطيع أن تقول لا ما أدرك الأعمى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطينا أعطينا ولو رواية واحدة تبين لنا أن الصحابة ممكن أن يدعو النبي من بعيد ما فيه ثم هذا النوع من التوسل الآن الذي فعله الأعمى أبطله عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو أعلن عمر حرمته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم كنا إذا أجدبنا سألناك بنبينا فتسقينا وإننا نسألك بعم نبينا فسقينا طيب هل توجد زواء أنه قال يا عباس ما في ضرورة لأن هذا هو المفهوم هذا هو المفهوم وهو التوسل بدعاء الشخص أنه قال له أدعو الله لنا ما فيها مشكلة كما قال أبناء يعقوب كما قال أبناء يعقوب لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا هذه ليست حرامة فلله در عمر بن الخطاب علمنا في الاستسقاء والناس في حاجة إلى الماء أغافنا عمر بعقيدة صحيحة وهي ترك التوسل أو سؤال الميت بأن يدعو الله هذا انقطع انتهى كما أن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم إمامة السياسة يعني يعني إمامة شؤون الدولة توقفت وتعطلت بموته صلى الله عليه وسلم لذلك خلفه أبو وكر من بعده فليش في هذه لا يستوي الحي والميت وعندك في قضية الاستغاثة يستوي الحي والميت ليه ليه ألا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إماما بالناس ليه ما بيطلع من قبره بإم الناس لا يستوي ليش لأنه لا يستوي اللحياء والأموات بسبت الاستغاثة والتوسل يستويان في قضية إمامة النبي السياسية لا يستويان في قضية الإمامة في الصلاة لا يستويان طيب ليش في مخاطبة النبي يستويان هذه عقيدتكم الباطلة ولسه إلى الآن المقبالي ما أجاب عن قضية يا رسول الله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك ما في الله الله ما في في أنت بس يا رسول الله إذا إذا أصب بمصيبي ما في إلا أنت لا يا دمشقية هذا متعلق بالشفاعة يوم القيامة طيب هل يجوز إذا أردت أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول له يوم القيامة ما لمن ألوذ به سواك أو قل يا زلة القدم إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ بيدك فقل يا زلة القدم ها وين بعد فيه بعد بعد ما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله سبحانه وتعالى مليارات من البشر بشفاعته هو هو سبحانه وتعالى ويقول ذهبت شفاعة الشافعين الآن رب العمين يشفع بعد ما تكون انتهت شفاعة الشافعين من ضمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت شفاعة الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين أنت ما أدراك أن شفاعتك لا يبد أن تكون على يد النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك ربما ربما تكون بصيامك بتلاوتك بشهيد من أقاربك إلى آخره ما أدراك يعني أنه لابد لابد أن تكون شفاعة إما على يد النبي صلى الله عليه وسلم وإلا يا زلة القدم كلام باطل الآن جالسين تبرره بس تبرير يعني حقيقة من أجل الدفاع عن شركيات أبي مسلم البهلاني ثم تقول هذا يكفره هو أصلا يكفر من ليس بإباضي هو يكفر من ليس بإباضي نعم يقول أبدا الله وهذه ذكرتها الله لا يقبل إلا من كان مذهبه إباضي بس بل يصرح بكفر من يعتقد بأن الله يرى يوم القيامة يصرح بكفره ليه أحد عم ترقله لا في قضية الاستيغاثة الرجل الموحد ولا في عقيدته المخالفة لكتاب الله الرجل يكفر الآخرين أحد عم تتشك دي مشقية يكفر أنا ما كفرت حتى الآن بل لكن هو الذي يكفر بالرغم من صريح قوله تعالى وجوه يوم إذ ناظرة إلى ربها ناظرة ومع ذلك من يعتقد أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم أن الوجوه ناظرة إلى الله يوم القيامة يكفر بيصير كافة معه القرآنية يكفر ليه هذا مذهبنا الإباضي هذا مذهب الجهمية مذهب الجهمية نكمل إذا كفرناكم فنحن نكفركم على تكفيركم لسيدنا علي مثلا أما أنتم أنتم كفرتم سارق البيضاء وحال اللحية فنحن نكفركم على شرك هذا هذا إذا صدر مني حكم عليك بأنك مشرك لو فرضنا أني حكمت عليك أنت تقع في الشرك الآن لكن مسكين هذا الذي سرق بيضة أو حلق لحية تكفر له جالسة تشك أننا نكفركم على موضوع الشرك وأنتم قد كفرتم الإباضية لحلق أحدهم اللحية أو سرقته بيضاء مساكين هذا كتاب ديوان أبي مسلم البهلان يقول أيقول ربك لن تراني فارتدع شو فارتدع يعني الله قال لموسى ارتدع لما قال له لن تراني يعني الله زجر سيدنا موسى ما زجره وإنما قال فإن استقر قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلم يتحمل موسى لأن طبيعة أعيننا الآن لا تتحمل رؤية رب العالمين الآن وإنما الرؤية متاحة يوم القيامة كيف تقول فارتدع هذه قلة أذر في حق موسى عليه الصلاة والسلام لأنك تزعم أن الله قال له ارتدع يا موسى أيقول ربك لن تراني فارتدع وتقول سوف أراك خلف البلكفة هذا لعمر الله كفر ظاهر شو كفر الله يقول إلى ربها ناظرة وين بل هذا رفض ظاهر لكلام الله هذا لعمر الله كفر ظاهر فاذهب أمامك موعد لن تخلفه موعدك مع رب العالمين يا من تكذب رب العالمين خلينا نكمل هذا الذي قال به العلامة أبو مسلم رحمه الله تعالى لم ينفرد هو به بل قال به علماء من أهل السنة والجماعة فمن ذا الذي يشك في إمامتي وعلم الإمام تقي الدين السبكي وألف كتاب شفاء السقام أو الأسقام وذكر هناك وأفرد هناك فصلا مستقلا في إذات التوسل والتشفع والتوجه به صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما بأعجبك سيدنا عمر رضي الله عنه حين قال اللهم كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا كنا مش ما زلنا عمر ما بيعجبك الآن السبكي بيعجبك دخلك مش إمام مش إمام السنة عمر رضي الله عنه ولما بأينا سبكهم يا انتقائيون أيها الانتقائي هاي بيصير ثم السبكي السبكي كان إذا عنده حاجة لرب العالمين يطلع على السطح ويحط مثل السبورة يكتب عليها المطالب اللي يريدها من رب العالمين لننتكلم عن السبكي الآن ومصائب السبكي فإنه معدود في أهل البدع السبكي معدود في أهل البدع لكن ليش ما تحتاج بالسلف الصالح اللي لم يفعلوا ذلك ولم يعلموه الناس علموهم خلاف ذلك كنا إذا أجدبنا الآن صار السبكي هو أفضل من سيدنا عمر تناقض واضح تعلق بقشة أنت غريق عم تتعلق بقشة نقبل ومن العلماء السنيين الذين قالوا بجواز التشفع والتوسل والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم الإمام الهيتمي ابن حجر فإنه قال بذلك كذلك وممن قال بهذا أيضا هيتمي صوفي قح بل ومعظم للحلاج على مذهب شيخك الورجلاني بل ومعظم لابن عربي الذي كان يقول بوحدة الوجود ولا يفرق بين حرام لا وبين حلال ويقوله بإيمان فرعون ولذلك ابن حجر هذا لما تكلم في موضوع كفر فرعون قالوا يعني نحن نجل ابن عربي لكن هذا القول لا نوافقه عليه وهو إيمان فرعون حتى قال قائل فرصاص من أحببته ذهبا كما ذهب الذي لن ترضى عنه رصاصه لأنه كان يبحث عن خطأ صغير لابن تيمي ويعظمه ويكبره ويسب ابن تيمي ويشتمه شطما لكن ابن عربي له وإن كنا نعتقده بجلالة ابن عربي لكن هذا الموقف لا نوافقه فيه فهذا رجل أيضا معدود في أهل البدع وين سيدنا عمر الآن ما فيه وين السلف الصالح الذين لم يفعلوا هذا الشيء آه تذكرت تقول أن هناك روايات في الاستغاثة والتوسل به بعد موته صلى الله عليه وسلم جبنيها ألعلك تقصد رواية عثمان ابن حنيف في أنه هناك رجل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حاجة عند عثمان فلم يلتفت عثمان إليه لم يلتفت له ولم يفتح له بابه فجاء عثمان ابن حنيف وعلمه هذا الدعاء اللهم أني يتوجه بك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجته فما أندع بهذا الدعاء إلا وجاء عثمان وفتح له الباب وقال له ما حاجته ما حاجته فقضى له حاجته وثم قال إذا كان لك أي حاجة عندنا مرة ثانية فأتي إلينا ما شاء الله هذا السيناريو هذا كذب هذه رواية باطلة شوفوا يا أخوة رواية الأعمى الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مروية من خلال شبيب ابن سعيد من طريق ابنه أحمد وهو ثقة وضابط ثم أتى من أضاف على هذه الرواية رواية أخرى وهي قصة الرجل عند عثمان ابن عفان أنه توسل بالنبي بعد موته هذه لم تروا من طريق أحمد عن شبيب ابن سعيد وإنما من طريق ابن وهب ابن وهب هو الذي اختلط وركب هذه الرواية التوسل بعد موت النبي برواية التوسل الأعمى بالنبي حيا انظر الآن قال الحافظ ابن حجر لا بأس بحديث شبيب ابن سعد من روايات ابنه أحمد لا من رواية ابن وهب وقال ابن عدي حدث عنه يعني ابن وهب حدث عن شبيب ابن سعد بأحاديثة منكرة وأذكر أن هذا هو قول أيضا الحافظ ابن حجر لما قال أن البخاري لم يرتضي أن يروي عن شبيب ابن سعد من طريق ابن وهب لم يرتضي إذن هذه الرواية التي فيها توسل الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم ميتا من أجل أن يقضي له عثمان ابن عفان حاجته هذه رواية منكرة وزائد على الرواية الصحيح ولذلك الطبراني ماذا قال لما ناقش رواية ابن وهب اللي هي الأثر هذا ليس عديثا عادة فقال والحديث صحيح انظر هنا ماذا قال في فتح الباري مقدمة الفتح اللي هي هدي الساري فتح الباري المجلد الأول منه له عنوان خاص اسمه هدي الساري قال ولذلك أخرج البخاري من رواية ابنه عن يونس أحديث ولم يخرج ولم يخرج عن يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا لما كنا نتكلم عن شبيب ابن سعيد قال لبس بحديثه من روايات ابنه أحمد عنه أحمد ابن شبيب ابن سعيد شبيب ابن سعيد هو صاحب رواية توسر الأعمى بالنبي حين أتى إليه جاء ابن وهب وأضاف ركب على هذا الحديث الأثر اللي هو صاحب الحاجة لما كان عثمان هو الخليفة فماذا قال ابن حجر ولذلك أخرج البخاري من رواية ابنه عن يونس أحاديث ولم يخرج عن يونس ولا من رواية ابن وهب شيئا يعني البخاري اجتنب روايات ابن وهب وهذه الزيادة قصة الراجل مع عثمان ابن عفان من رواية ابن وهب شوف كيف نحن نفصل وأنت تجمل وتخدع الناس لا نترك شيئا إلا ونفصله هذه عقيدة أهل السنة ثم متى كان السنيون عندك هم الحجة دون عمر بن الخطاب دي أعرف أنا هل لا صاروا سنيين ابن حجر الهيتمي مبتلى بمصائب في عقيدته لما ذكر له الحلاج هل ننكر هل ما موقفه من الحلاج قال هذا من كبار أولياء إلا وإذا سمعت له كلاما فعليك أن تؤوله بما يليق به هذا كان الناس متعصبين لا يعرفون الحق نكمل إلا العلامة الرملي الشافعي في فتاويل حيث نص على ذلك وقال به ومن العلماء من كأبي عبد الله محمد بن نعمان من ألف وأفرد مؤلفا مستقلا في الاستغاثة والتوسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان هناك من وافقه فهناك من خالفه فهذه مسألة خلافية الآن يرد فيها الخلاف إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نحن نأتيك بإجماع الصحابة أجمعوا على ترك ما تدعيه أنت جبنا صحابي واحد صحابي واحد برواية صحيحة أنه استغاث بالنبي بعد موته أو وهو في حياته من بعيد هنا التحدي نحن نأتيك بإجماع وتأتينا بخلاف هك هذا حال غريق يتمسك بقشة ظن منه أن هذه القشة سوف تنجيه من الغرق يؤسفني ذلك يا مقبالي يؤسفني أنا أقول وأين الدليل المانع من استغاثة به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أم أين الدليل المانع من استغاثة به صلى الله عليه وسلم في صيح السنة لما تسمع كلمة أين المانع فكن على يقين أن الراجل مفلس الذي يدعي شيئاً لابد أن يأتي بالدليل من كتاب أو سنة مش بقول ما المانع وأين المانع من كتاب أو سنة راح نجيب لك المانع قول الله سبحانه وتعالى فلا تدعو مع الله أحدا ويقول الله سبحانه وتعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله ها شو قصة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون أنت الآن يا مسعود المقبال تدعو إلى ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا والدعاء عبادة في هذه السورة الزمر ذكرت الآية فيها يقول الله فاعبد الله مخلصاً له الدين في السورة اللي بعدها غافر فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فاعبد الله فادعوا الله فأنت الآن تدعو أموات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير تدعوهم والله عم يقول لك فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين هنا التحدي الرباني لم يستجب النبي ادعو النبي قل له يا رسول الله اقضي لي حاجتي عندي مشكلة كذا كذا يا رسول الله فليستجيب النبي ما أتاه أحد وطلع بينه شيئا إلا استجاب له عليه الصلاة والسلام فلماذا لا يستجيب لكم الآن عقيدة باطلة بتقول لي فلان قال بكذا وفلان قال بكذا يا عمي الله ماذا قال فلا تدعوا مع الله أحدا وكانت مشكلة المشركين دعاء الصالحين قال إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أنت الآن تحث الناس على دعاء غير الله عز وجل وأعتزلكم وما تدعون ثم قال الله بعد ذلك فلما اعتزرهم وما يعبدون فالله لما قال أموات غير أحياء يعني أنت تدعو الأموات وتحث الناس على الاستغافة بالأموات نرجع منذكر هذا ليس موضوعنا وأن كنا نفصل لبيان باطلك لكن هذا ليس موضوعنا موضوعنا هل يجوز يا مسعود المقبلي في أي وقت في أي مكان أن يقول قائل يا رسول الله ما لي سواك من ألتجئ إليه إذا وقعت في حادث عميمي هذا السؤال لم تجيب ولم تجيب شاطرين بس جيبوا لي ردود باطلة ليست علمية المهم أنه يحصل رد لأنه الآن المذهب الإباضي يعاني من زلزال الآن إيرثكويك يعاني من زلزال فلا بد يا شيخ طلع الأشياء المقبلي وجزءها رد البواسل على دمشقية الفاشل الجزء الأول الجزء الثاني التوجيهات الجزء الأول الجزء الثاني تم الرد على دمشقية لا وين دمشقية وراكم وراكم والله لو رحت على الصين والله والله لو رحت على الصين دمشقية وراكم وراكم أو تظن أنك تقول بباطل وتترك والله لا أتركك مع أنك شغلت نها أنت والأحباش والرافضة شغلتون عن دعوة النصارى والبوذيين إلى الإسلام أنتوا السبب ما عندكم إلا هالباطل تبعكم يلا نكمل أم أن أوهامكم وسوء أفهامكم صارت سلطانا على العلماء وعلى شريعة رب الأرض والسماء أنتم يا من تسوون الأوثان بسيدي ولذي عنان صلى الله عليه وسلم الآيات التي نزلت تذم عبلة الأوثان جعلتم الأوثان مساوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوف 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 نحن جعلنا الأوثان مساوية للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر لماذا تقول أنتم تكفرون كيف نسوي النبي بالأوثان فهمنا شوية مقبلي وكان يقتضي ذلك أن تسووه أيضا في مصيرها فإن الله قال إنكم ما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون وما تعبدون أنتم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم فيلزمكم على ذلك أن تحكموا بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان التشفع والتوسل والاستغاثة به عبادة وشرك حسب منظوركم وفهمكم السقيم العقيم لتقضوا بذلك كذلك على رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حاشاه أيها يعني الآن فهم المقبال من الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم بما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي من دون الله نعم فصار معبودا من دون الله وبالتالي بيصير هو مع الذين يدعونه في جهنم هذا فهمنا نحن ولا فهم الإباط هذا فهم الخوارج هذا فهم الخوارج ولذلك المهند المهلب بن أبي صفرة أرسل للخوارج نصرانيا هذه ذكرت في التاريخ فسجد لقائد الخوارج فما هجموا على النصراني هجموا على قائد الخوارج قال يا قوم ما لكم قالوا أنت سجد لك النصراني والله يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم فأنت الآن من حصب جهنم بدأنا أقتلك فقال مهلا يا قوم هذا عيسى عليه السلام عبد من دون الله وما ضره ذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا مقبالي إن يدعون من دونه إلا إنافا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا فهم في الحقيقة كانوا يدعون شيطانا دعاهم إلى دعاء غير الله فاستجابوا يعجبني قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يجادلون في آية الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندع من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين إذن في الحقيقة الدعاء هذا إنما هو عائد لمن أمرهم أن يدعوه النبي ما أمرهم ثم يمن تلزمنا بباطلك ليتك تتذكر الآية التي بعدها أو تستحضرها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون أي هؤلاء الذين عبدوا وهم من أهل التوحيد وهم لم يعلموا بعبادتهم ولم يأمروا بها الأمر بها هو الشيطان إن يدعون من دونه إلا إناثة وإن يدعون إلا شيطانا مريدا هو الذي أمرهم بذلك ولذلك أنزل الله عز وجل الآية التي بعدها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون وأراد الله بذلك الملائكة وعيسى وغيره ممن عبدوا ولم يأمروا بعبادتهم فللأسف الشديد هذا الإلزام منك هزيل لا قيمة له شوف كل هذا الذي يفعله ليهرب من السؤال الذي يقسم ظهره هل يجوز أن أقول نحن ما كان الشفاعة بس سؤالنا اللي يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أولا الثابت من طلب الشفاعة هو يوم الموقف أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لم يرد أن هناك من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة التي يسأل الناس فيها الأنبياء هي خاصة فيما أعلم بيوم الحشر بعده ما في أحد يقول يا رسول الله شفع لي ما فيه وإنما يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بالشفاعة والرضا عن المشفوع طيب القضية إذن بيض رب العالمين نعم طيب إذن ما الفائدة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تبيين شرف شرف منزلته أمام الناس حتى أمام الكفار يوم القيامة فهذه منزلة تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم وهي قبس أو جزء أو إنما هي بسبب رحمة الله أصلا مش مثل الذي قال ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي إذن جاهك عظيم يوم القيامة إذا تجلى الجبار رب العالمين باسم منتقمي هذا كلام يوحي بأنه الرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم والانتقام عند رب العالمين بل الشفاعة بل الشفاعة بسبب رحمة الله عز وجل والله أرحم من عباده جميعهم بمن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم خوارج أتيتم إلى آيات نزلت في المشركين فسلطوها على المسلمين وأخرجوهم من التي التوحيد توحيد رب العالمين الخوارج يقول لنا الخوارج يقولون لنا الآن أنتم أتيتم بآيات نزلت في المشركين وتتنزلونها على المسلمين الله أكبر الخوارج الذين قال عنهم والسلف ذلك يوجهون هذا لنا الآن الله أكبر شيء مضحك مهزة لهاي أنه أنت يا خوارج تأتون بآيات نزلت في الكفار فتنزلونها على وأنت واحد منهم هل لأصد عم تتهمن بذلك أرسل الذي أتيت بقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقة فاسقة يعني هون الكفار يعني كافر أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقة يعني كمن كان كافرة لأن الكفار يطلق عليهم لفظ الفسق بدليل قوله تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون شو عملت أنت الآن يا خوارج خلينا نكمل الآية فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقة وأنا نتكلم عن الكفار ما الدليل نكمل الآية أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزرا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون راح الخوارج المقبالي نزل هذه الآية على العصاد مرتكبي الكبائر المسلمين وبتر قوله تعالى وذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون هذه بترها وكتمها وكان إذا ذكر هذه الآية يقطعها من آخرها ما يكمل حتى ما يكتشف للناس اللعبة مدلس وقد طالته في مناظرة بيني وبينه بأن يعتذر عن بتر هذه الآية ولم يعتذر نحن لي من نزل آيات اللي نزلت في الكفار من طبقها على المسلمين آخر من يحق له يتكلم في هذا هو الخوارج اللي هو أنت وأنت الذي تنزل آيات آيات نزلت في الكفار تطبقها على المسلمين على مرتكبي الكبائر لأنك تجعل مرتكب الكبيرة كافر ويخلد مع إبليس عرف مين الخوارج الآن أنت فأنتم أنتم الخوارج الذين تحدث عنكم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعلى أبيه وعلى هذا فإنه لا يوجد في كلامك يا دمشقية أي ريح للعلم أو ذوق للفهم ولا غرابة ذلك فأنت جاهل جاهلا شنيعا مستشنعا يعرفه كما قلت طلبة العلم قبل العلماء فليتك اعتنيت بعلاج نفسك والتعلم علاج نفسي منين من شو من الأروح الشريرة علاج نفسي روح عالج نفسك من الأروح الشريرة والمثول بين يدي أكابر العلماء وفحود الفقهاء لتتعلم قبل أن تتكلم قبل أن تندم ولا تساعة مندم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هنا انتهى الآن الجزء الثاني من رد البواسل على دمشقية الفاشل الجزء الثاني انتهينا الآن هل رد على سؤالي يا رسول الله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك واضح الكلام واضح ما رد ما رد رحنا الآن ننتقل معكم إلى الردين الآخرين اللي هني الجزء الأول والثاني من التوجيهات الندية لنشوف هل من ضمن التوجيهات الندية الرد على السؤال يا رب نتمنى ان شاء الله كونوا معنا في الحلقة الحلقة القادمة ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة